اشتركوا في القناة المرورية في جانبي الكرخ والرصافة تزامنت المحاولة مع أخرى تمثلت بإعلان السلطات حصر التظاهر في ساحة التحرير دون غيرها في بغداد بزعم ضمان أمن المتظاهرين زعم يكذبه الواقع الذي شهد هجوما جديدا نفذته ميليشيا القبعات الزرق التابعة لمقتدى الصدر بالسكاكين ضد المعتصمين في ساحة التحرير ما خلف عددا من الجرحى في صفوف المعتصمين غير أن المتظاهرين فطنوا إلى الخدعة الحكومية والميليشياوية فأعادوا إغلاق جسر السنك بينما احتشدت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ساحتي الوثبة والخلاني وأغلقوا الطرق المؤدية إلى منطقة السنك وساحة التحرير بالإطارات المشتعلة مؤكدين عدم ثقتهم في وعود الحماية الحكومية للمتظاهرين إذ إن الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها الميليشيات ضدهم في ساحات الاعتصام كانت تتم عادة تحت السمع وبصر القوات الحكومية التي تقف موقف المتفرج على ما يحدث إن لم تشارك الميليشيات في قمع المتظاهرين وقتلهم وبحسب ناشطيين فإن تدافع الإرادات بين الثوار وسلطات الحكومية سيستمر ما استمرت الثورة وإن على الثوار أن يعو ذلك وأن يمضوا قدما في ثورتهم حتى تحقيق أهدافها بإسقاط نظام المحاصصة والفساد وبناء دولة العدالة والحرية وحقوق الإنسان اشتركوا في القناة